أنا بتكلم على فكرة تعامل المدير الفني الوطني أو المصري إنه هو اللي بيدير المنتخب أو هو القائم على إدارة المنتخب إحنا تجربتنا مع زي حسن شحياتك حسن شحياتك بالضبط وكابتن الجهري قاله بالضبط إحنا بالنسبة لنا دايماً بنشوف نتائج مختلفة لما يكون مدير الفني مصري أنا طبيعي لأنه هقولك حاجة إحنا بديتكلم مع الكابتن الجهري وكاس الأمم ومن قبله كاس العالم كمان لما رحنا في التسعين مع كابتن الجهري ونفس الكلام مع كابتن حسن شحياتك والثلاثية التاريخية والآن هو دلوقتي بنشوف كابتن حسن حسن وتفوقه إحنا مدرب المصري هو عارف اللعبة كويس قوي عارف إن في الحالة النفسية بتاتي اللعبة قادر يلعب على مشاعرهم وقادر يحمسهم ويطلع منهم الأقصى حاجة يقدروا يقدموها المدير الفني الأجنبي هو بالنسبة له واحد زائد واحد يساوي اتنين لكن الكرة لا فيها أبعد من كده بكتير وزي ما نقول كده عارف النفسية وحافظ اللعبة بزفت إن وحافظ كل اللعبة إزاي نفسيته وإزاي يشجع الفريق كله طيب نشوف إمبرح تبدلات كابتن حسن حسن يعني شوفنا دخول مصطفى محمد وخروج عبد المنعم وده أثر كتير شفت تغييرات كابتن حسن إمبرح إزاي هو طبيعي التغيير الأولاني إن لازم كان ينزل مصطفى محمد ده ما كانش فيه أي نقاش كله وكان بستني المهاجم اللي يقدر يعمل لنا حلول هجومية في ظل التكتل الكبير اللي موجود وحنا اتأخرنا كمان في التهديف يعني الهدف جي متأخر شواء بالزبط وده برضو يأكد ليه كان كابتن حسن متعصب جدا لأنه زي ما بقولك كان فيه جوم كبير والجوم بيتأخر فالضغط عمال بيزيد ولكن وجود مصطفى محمد زي ما قلت لك ما فيهوش نقاش ولكن هي ممكن فكرة بعد إصابة عبد المنعم أنا طلع مدافع مهم جدا ونزل حمد فتحي مكانه ونزل المهاجم ولعب بخمسة يعتبروا المهاجمين سواء تريزيجي صلاح مصطفى محمد ومرموش وكمان أحمد زيزو كان معاهم هو أنت خلاص نزلت بالقوة الضربة أنت لازم تسجل عجبني جدا في تغييراته هي ممكن هي كانت أتأخر شوية اللي هي التغييرات السلاسي اللي هو نزول إبراهيم عادل إبراهيم عادل أنا كان نفسي تبقى بدري شوية عجبني أنه شارك أشرك أكتر من اللعيب من المنتخب الأولمبي المحمود صابر في الأول لما نزل وبعدها إبراهيم عادل ده جميل جدا أنه أنت بتحط اللعيبة خلاص بتحط رجلها في الملعب وأنه يبقى لها دور كمان خبرة طبعا خبرة أه وتاخد خبرة ويبقى لها دور في مهمة دول المستقبل اللعيبة دي كلها لسه نخلاصة مع منتخب الأولمبي إحنا نبني كان في 23 و 24 سنة وكعادة من 23 في مصر ده لعيب لسه ناشئ أو لسه لعيب الأولمبي لكن بره ما فيش الكلام ده فهو ده اللي انت محتاجه وأنه هم يشاركوا تغييرات موفقة يمكن زيزو بان عليه شوية الزعل وهو خارج لأن هي خلاص فتحت شفناها على ملامح وكده أصلا هي فتحت وقتا ما تفتح أخرج فعلا المنتخب بعد الجن الأولاني والعشر ده اللي غيرت ما جدنا الجن الثاني أنا عايز أقولك أن كل هجم مورتاني ده كانت خطر لمنتخب مصر وقدرنا نبقى متوجدين حتى بعد ما سجلنا الهدف الثاني كنا نقدر نسجل ثالث ورابع يمكن بس هو أن المنتخب مورتاني ندفع وضيع أكتر من فرصة أنا عايز أشيد بالعيب دوره مهم جدا 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 ومعرفش معتقدش أن الصور هتبقى جهزة معنا هو رامي ربيعة بيقدم أداء أكثر من رائع سواء مع الأهلي أو مع المنتخب يعني عايز أقولك كان آه حلل فنية كلها لعيبت الأهلي في السوبر ما كانتش أحسن حاجة الأفريقي ولكن رامي ربيعة أداء كان بطولي وخطة سبتة نفس الكلام مبارح